أكد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف أن مشروع حياة كريمة يعد المشروع القومي الأول من نوعه في مصر والعالم جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مؤسسة حياة كريمة لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة ومتابعة جهود الوزارة ومساهماتها ضمن المبادرة الرئاسية وأكد محمد عبداللطيف أن الوزارة تبدو لقصار جهدها لدعم تنفيذ مستهدفات المشروع القومي حياة كريمة والتي ترتكز على تحسين جهودة الحياة وخدمات التنمية البشرية خاصة التعليم حيث يستهدف المشروع أكثر من نصف سكان مصر بالمحافظات والقرى المختلفة